اشتركوا في القناة 31 مايو اعلنت هاني ويونج جاي وونج عن حفل صفافهما القادم في سبتمبر اعرب يونج جاي وونج عن حبي في برنامج القناة الاولى بس فرينز طالك مونتري فور برسن داينين تايبل قائلا لقد تقدمت هاني بطلب الزواج اولا كما شاركت هاني عبر حسابها على الانستغرام لقد وجدت شخصا اريد ان اقضي حياتي معه ساعيش بسعادة بقلبي ممتن وتلقى الزوجان لدانية وعدان علنا منذ عام 2022 العديد من التهاني على حفل صفافهما القادم بعد اربع سنوات من المواعدة ومع ذلك اصبحت حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي مليئة الان بالتعليقات السلبية وتضمنت التعليقات ابارات مثل الاعلان عن زواجك بعد وفاة المريض بثلاثة ايام وعليك ان تعيد النظر في زواجك بعد هذه الحادثة يعتقد ان ردود الفعل السلبية مرتبطة بحادثة حديثة ابلغت عنها قناة اس بي اس في 26 مايو قبل خمسة ايام من اعلان هاني ويانج جي وانج عن خطط زفافهما ذكرت قناة اس بي اس ان امرأة تبلغ من العمر 33 عاما المعروفة باي توفيت في مستشفى للامراض النفسية في بوتشون مقاطعة جونج جي توفيت اي التي تم ادخالها الى المستشفى لعلاج الادمان المرتبط بحبوب الحمية التي تحتوي على مخ في حوالي الساعة الرابعة صباحا يوم 27 مايو بعد 17 يوما من دخولها قدرت خدمة الطب الشرعي الوطني ان سبب الوفاة هو عرق لزائفة وقد تقدمت الاسرة بشكوى جنائية ضد العاملين بالمستشفى وقدمت التماثا الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في كوريا واضهرت لقطات كاميرات المراقبة التي نشرتها اسرة المتوفية وهي تمسك ببطنها وتطرق باب غرفة العزل وتطلب السماح لها بالخروج وشهدت الممرضات ومقدم الرعاية وهم يعطونها مسكنا ويقيدون يديها وقدميها وصدرها في السرير وبعد الساعتين عندما انتفخت بطنها وواجهت صعوبة في التنفس وكانت تنزف من انفها قام الطاقم الطبي بازالة القيود فقط دون اتخاذ اي اجراء اضافي لقد توفيت في النهاية في ذلك اليوم بعد التقرير تكهن بعض مستخدمي الانترنت بان المستشفى الذي تظهر في هذه اللقطات هي مسشفى الطبيب يانج جي وانج كما زعمت عائلة الضحية في مقابلة انها اختارت المستشفى على وجه التحديد لانه كان يديره طبيب نفس مشهور يناقش برامج الادمان مما يعمق الشكوك حاليا يعاني الموقع الالكتروني للمستشفى الذي يديره يانج جي وانج وشقيقه يانج جي جين من التحميل سائد بسبب زيادة عدد زيارات موقع مستشفى وبهذا اكون قد وصلت الى اخر الفيديو اتمنى ان تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة